بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أشكر اللجنة على هذا الجهد الذي بذل وأشكر خاصة رئيسها المهندس عماد الحمامي أيضا على جهده وعلى حسن إداراته لهذه اللجنة في البداية سيد الرئيس أريد أن أشير إلى أن الذين تدخلوا في الأخير أغلب أفكارهم قد أتى عليها أغلب الزملاء ولذلك سأختصر وسأركز على بعض النقاط بصفة مجملة في البداية أريد أن أذكر بأننا نناقش أبواب الدستور نقاشا عاما ونحن اليوم نناقش باب الجماعات المحلية وهذه الأبواب التي يتكون منها الدستور هي غير منفصلة وإنما يبدو فيها التكامل والترابط ولعل الجماعات المحلية هي آلية من الآليات التي تجسد ما أشرنا إليه في التوطأ والمبادئ العامة من بعض القيم والمبادئ الأساسية مثلا الحديث عن سيادة الشعب يتجلى في انتخاب أعضاء هذه الجماعات الديمقراطية التشاركية العادل بين الجماعات وغيرها من المفاهيم والقيم التي يمكن أن تتجسد من خلال باب الجماعات المحلية تحدث أصدقائي وزملائي عن المركزية وهي فكرة نوقشت بكل إطناب ولكن ما أريد أن أشير إليه هو أن المركزية يتخوف منها البعض خوفاً أو خشية من اعتبارها مدخلاً ربما من مداخل ضعف الدولة وضعف مركز سلطة القرار ولكن إيجابياتها تبدو أكثر من سلبياتها باعتبار أنها تحد من مركزة القرار تحد أيضاً من البيروقراتية وعدم وصول الخدمات اللازمة للمواطن في المناطق البعيدة الفكرة الأساسية التي أريد أن أشير إليها سيد الرئيس تتمثل في أن العديد من ولايات الجمهورية هي ذات صبغة فلاحية وفيها الكثير من التجمعات الريفية ولعل ولاية ديبوزيد من هذه الولايات فيها الكثير من التجمعات السكنية التي لا تتمتع بالبلديات الريفية مثلاً أم لعظام وألا لسودا الفايض سوكجديد هي في الحقيقة معتمدية سأشير إليها بعد قليل يعني هناك مثلاً وحدة النصر وغيرها من التجمعات السكنية التي تفتقر إلى هذه الخدمات وأنا في الحقيقة أريد وأطلب من اللجنة أن تدستر البلديات الريفية لا أن تتركها لإجتهاد القانون وإنما تنصص على ذلك صراحةً حتى نضمن حق هذه التجمعات الريفية من خدمات التنوير والطرقات والنظافة وغيرها ولعل سيد الرئيس الأمر يتعدى ذلك إلى وجود معتمديات دون بلديات مثل معتمديد سوكجديد مثلاً في سيدي بوزيد وغيرها من المعتمديات التي أشار إليها الزميل منذ قليل وأنا أطلب من اللجنة أن تنصص صراحةً على أنه كل مركز معتمدية يتمتع آلياً ببلدية حتى لا تحرم هذه التجمعات مثل هذه الخدمات أختم فأقول أشكر اللجنة على جهدها وأشكر زملائي أيضاً على هذا النقاش الثري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا أشكرك بدوري الأخت حبيبة تريكي